ببطون خاوية وبوفون لا تعرف النوم لا يزال الفلسطينيون في المناطق الجنوبية من قطاع غزة يتنقلون من مكان الى اخر بحثا عن مأوى امن من العدوان الاسرائيلي فمع استمراري جيش الاحتلال في عملياته في رفح الفلسطينية اضطر النازحون الى النزوح مرة اخرى احنا بقلنا رحلت الان ست مرات سبع مرات ما فيش منطقة امنة انا مش شايف منطقة امنة انا الليلة ما نمناش من القسف والطخ الطيراني والقدايف اللي برموها وزي ما انتش شايف انا بنرحل من منطقة امنة مش شايفين حاجة امنة بيقولوا لنا منطقة امنة ما فيش حاجة امنة توجه الفارون من رفح الفلسطينية الى خان يونس ومناطق وسط غزة املا في العثور على مكان امن لكن الواقع الاليم لا يمنحهم اي بصيص من ذلك الامل المعدوم في اي منطقة ما فيش امان طب ايش نسوي اين الروح يعني وانت شايف يعني بالليل صار ضرب ضرب قوي جدا بدون تحذير بدون اشي طب ايش نعمل يعني ايش نسوي هاينا الحين بنرحل ويبنا نطلب مش عارفين ويبنا نروح على مناطق امنة فيش مناطق امنة بالنسبة لقطاع غزة كله ما فيش لمناطق امنة بالمرة لا مكان امنا في غزة عبارة لعلها الاكثر ترديدا على مدار اكثر من ثمانية اشهر مضت منذ السابع من اكتوبر الماضي ويدفع ثمنها اكثر من مليون شخص فروا من العدوان الاسرائيلي على رفح الفلسطينية وانتشروا في جنوب ووسط غزة في مخيمات جديدة او احتشدوا في المدارس والمنازل حيث يطالهم القصف الاسرائيلي ولو كانوا في مناطق حددتها سلطات الاحتلال كذبا على اعتبارها امنة